بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الصعب يا ربي إذا ما شئت سهلة نبدأ بالله تعالى التوفيق معاكم مستر حسام إبراهيم وفي حالة النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة الأوبن بوك على الدرس الثالث الباب الأول كيميا للصف الثاني الثانوي كتاب الامتحان صفحة 37 وراء وقلم وكشكل الملاحظات والتم بتاعتنا ونبدأ بسم الله ونتوكل على الله بالسؤال الأول رقم واحد ما عدد الكام الذي لا يأخذ قيمة زيرو أو قيمة غير صحيحة طبقهم أعداد الكام أعداد الكامة ربعة اللهم عدد الكام الرئيسي عدد الكام الثانوي عدد الكام المغناطيسي وعدد الكام المغزلي عدد الكام الرئيسي اللي هو K, L, M, N, O, B, Q اللي هم مستوات الطاقة الرئيسية دي ما بتاعتقاش قيمة بلا بتاعتق قيمة زيرو أو قيمة غير صحيحة أو قيمة كمان سالبة يبال إجابة عدد الكام الأيه الرئيسي سؤال رقم اتنين ما أعداد الكام السلاس الذي يعتمد عليها في حل المعادلة الموجية لتفسير سلوك الإلكترون في زرية الهيدروجين اللي هو ال-N, L, M, L طبقا مستر ال-MS ال-MS ده بيعرفك اتجاه الإلكترون هو مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة يبال إجابة N, L, M, L السؤال اللي بعده أين من قيم أعداد الكام الآتية تعبر عن إلكترون ما في أحد أربطالات المستوى الفرعي 5F تعال نبدأ نحل من غير ما نبص على الابطائرات ونشوف هنعمل إيه هو بيقول لك عاوز ال-5F أنا هطلع ال-5F على جنبه وبص عشان الحالة يبقى إزاي قدل 5F هي قدامي أول حاجة هو عاوز أعداد الكام الأربعة يعني عاوز ال-N وعاوز ال-L وعاوز ال-M-L وعاوز ال-M-S كلام جميل شايفي الخامسة اللي في جنب المستوى الفرعي F ده اسمه عدد الكام الرئيسي يبقى إيه أني بتساوي 5 عاوز أجيب عدد الكام الثانوي طلعا ما هتجيب عدد الكام الثانوي على طول وأنا مغمض أروح أفتح الجدول ده إيه الجدول؟ الجدول بيقول لك أن ال-S ب-0 وال-B ب-1 وال-D ب-2 وال-F بتلاتة أنت عندك ال-F ولا D ولا B ولا S عندي F يبقى ال-L بكام بتلاتة طب ال-M-L أجيبها إزاي؟ أنا فاكر القانون بتاعها أحطي سفر في النص هنا موجة ب-L وهنا سالب L طب هي ال-L بتلاتة يبقى عندي سفر واحد اثنين تلاتة وهنا سالب واحد سالب اثنين سالب تلاتة يبقى ممكن القيمة تبقى بسفر أو بواحد أو باثنين أو بتلاتة أو بسالب واحد أو بسالب اثنين أو بسالب تلاتة طبيعي جداً مفيش أي مشكلة ال-M-S-M موجة بنص يا-M سالب بنص يبقى أنا دلوقتي هروح أشوف ال-N بكام ال-L بكام وال-M-L هروح أشوف ال-N بخمسة تعال بص في الاختيارات هنا من لك زوم هنا ال-N بخمسة تمشي وال-N بخمسة تمشي ودي تمشي ودي تمشي طيب روح بص على ال-L ال-L جبناها بكم الجدول ال-L بتلاتة دي تمشي ودي تمشي ال-L باتنين غلط بره ال-L باربعة غلط بره ال-M-L عندك أي حاجة من دول أي حاجة أي رقم من دول من سالب تلاتة لموجة بثلاتة في عندك هنا موجة بواحد موجة باربعة هل في موجة باربعة عندك هنا مفيش موجة باربعة يبدي تطلع بره معايا موجة بواحد تمشي طيب في ممكن موجة بنص وسلم بنص طبيعي عادي يبقى الإجابة عندي سي نخش على السؤال اللي بعد وهو أين من قيم الأعداد الكم القاتية تعبر عن إلكترون ما في أحد أوربيتالات لمستوى الفرع سري بي تعال نفكر ونشوف هنعمل إيه برضو نفس الفكر هاخد السري بي على برة اطلع لبرة حاضر يلا عدد الكم الرئيسي بكام الان هتساوي تلاتة الال المستر قال لي طالعا ما هتجيب عدد الكم السنوي أفتح الجدول يلا الاس بكام بزيرو البي بواحد الدي باتنين الاف بكام بثلاتة طب أنا عندي بي البي بكام بواحد يبقى الالة بتساوي واحد طب الامة ال والله الامة الاحط سفر في النص موجة بالالة يعني موجة بواحد سالب الالة هو سالب واحد مصدت خلي بالك البي مش البي ده هي تلاتة اوض كده ادي السفر ودي الموجة بواحد ودي السالب واحد طب الامة اس يا موجة بنص يا سالب نص طب ده كلام جميل جدا تعال نشوف الاختيارات يلا أنا عاوز الان اللي فيها تلاتة دي فيها تلاتة فيها تلاتة فيها تلاتة فيها تلاتة كله يمشي عاوز الالة اللي فيها واحد دي فيها اتنين برا دي فيها زير ومش عاوزها دي فيها زير ومش عاوزها دي فيها واحد هي دي لإجابة الصحيحة ثم الرقم خامسة بيقولك عندما يكون الان بتلاتة والالة باتنين فان قحد قيم الامة ال المحتملة بتساوي هو ما يديك الان بتلاتة عدد كام رؤيس بتلاتة ال-L بالثنين ال-M-L يبقى بكام والله أنا ال-M-L عندي قانون إن السفر في النص موجب ال-L وهنا سالب ال-L موجب ال-L اللي هو 2 سالب ال-L اللي هو سالب 2 يبقى هنا سفر في النص وهنا موجب 2 وهنا سالب 2 وهنا سالب 1 وهنا موجب 1 هروح ابص في الاختيارات على أي قيمة من دول تعالى نشوف سالب 3 عندك سلب ثلاثة مش معي بره واحد ونص مفيش واحد ونص بره في تسعة مفيش تسعة في موجة باثنين في موجة باثنين يبقى هي دي الاجابة الايه الصحية يبقى هنا موجة باثنين دي الاجابة الصحية سؤال رقم ستة ما اكبر عدد الالكترونات التي يكون لها عدد دي الكم اللي بتساوي واحد واني بتساوي اربعة في نفس الزرة على بسم الله اني بتساوي كم بيقولك اني بتساوي اربعة واني بتساوي كم واحد حلو قوي الكلام ده افكر ازاي اني يعني المستوى الطاقة الرئيسي الرابع يعني افتح طالما قولنا عدد كم سنوي يعني افتح الجدول ده ما تنساش الجملة اللي قلت لك عليها هنا الاس بسفر البي بواحد الدي باثنين الاف بثلاثة يبقى انا في المستوى الفرعي مين بي فده معناه ان انا في المستوى الطاقة الرئيسي الرابع في المستوى الفرعي بي واقصى عدد الالكترونات ممكن يشيلو البي كام ستة يعني ستة يعني هو تلات اواط وكل اوضة بتشيل اتنين يبقى كله على بعده كام ستة الكترونات ده اقصى عدد للالكترونات اللي بيشيلو البي وبالتالي الفور بي ما يديني عدد كام رئيسي باربعة ويديني عدد كام سنوي واحد يبقى عندي الاجابة ستة ايه ستة الكترونات طيب السؤال اللي بعده اين من الاختيارات الاتية يتشبع بالعدد الاكبر من الالكترونات وقادل الاختيارات اللي مدهاني بيقول لي يا ترى احد اوربيتالات الفور اف ولا المستوى الفرع اسري دي ولا المستوى الرئيس التاني ولا احد اوربيتالات اسري دي واحدة واحدة احد اوربيتالات الفور اف الفور اف اصلا كام اوضة هو سبع اواط خدنا الكلام ده بالتفصيل في فيديو الشرح والله فيديو الشرح هيفوتك هتسي اتلاقي اني كاتب لك في وصف الفيديو يعي وصف الفيديو انك تدوس على عنوان الفيديو هتلاقي الوصف يظهر لك وبقول لك فيه هذا اللينك الذي يحتوي على الفيديوهات التي تم شرحها. طيب اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. دول سبع اوض بتاع الاف. بيشيلوا كم الكترون? اربعتاشر الكترون. هو بيقول لك احد الاربي تلاتة يعني احد الاوض. يبقى الاودة بتشيل كم اصلا? مش اقصى اودة هنا بتشيل اتنين? يبقى اقصى عدد الالكترونات في احد الاوربي تلاتة يعني في احد الاوض بتاع الفور اف باتنين الالكترون. تبقى لك بالله اخضر. اهو. يبقى هنا ده اخره اتنين ايه الالكترون. طيب. المستوى الفرع سري دي. المستوى الفرع كله مش ادي ده بيشيل عشر الالكترونات. اللي هو خمس اوض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. يبقى دول كده الاتنين اربعة ستة تمانية عشرة المستوى الفرع كله. انما لو جفت ده لالك احد قرب تلاتة السري دي. يعني احد الاوض برضو بتشيل اتنين الكترون. احد الاوض هنا اتنين. طيب المستوى الفرع سري دي بيشيل كام عشرة الكترون. طيب المستوى الرئيس التاني اللي هو K. L القلي دي بتشيل كمية? بتشيل كام تمانية. والمستوى الاولى. اني بيشيل اتنين عربت ازاي مستر بالقانون تو ان سكوير او تو ان تربية. اتنين والمستوى التاني يبقى اتنين في اتنين قصي اتنين بيتسوي كام 2S2 ب4 في 2 ب8 هو السؤال بيقول لك بكل بساطة أي من الاختيارات الآتية يتشبع بالعدد الأكبر من إلكترونات يبقى أنا بكل بساطة أقوله الإجابة به اللي هو المستوى الفرع 3D لأنه يحتوي على العشر إيه إلكترونات السؤال اللي بعده رقم 8 نقرأ السؤال 8 إلكترونات مستوى الطاقة الفرع 5D حاضر في أحد الزرات لا يمكن أن يكون عدد الكم المغناطيسي عدد الكم المغناطيسي اللي هو المل حاضر تمام يا مستر بيقول لك لا يمكن أن يكون عدد الكم المغناطيسي لها برقم معين تعال بص معي طيب تعال ناخد السؤال من جزوره هنا يبقى هنا الان بكام الان بخمسة الال بكام لو سمحت يريتك تقول لي يا مستر افتح الجدول لو سمحت وتقول لي أن الاس بزيرو والبي بواحد ويدي باتنين يا مستر والف بكام بثلاثة أنا عاوزي الديه لأنه هو هنا دي يبقى الديه بكام بثلاثة يبقى هكتب الـL بثلاثة طب الـML اللي هو عدد الكم المغناطيسي يا مستر بنقول إن إحنا بنحط سفر في النص وهنا موجب L وسلب L هنا موجب واحد موجب اثنين دي الـL لا بثلاثة يعني سلب واحد سلب اثنين يعني يا مستر هنا الـML استحالة تطلع ممكن تطلع بموجب واحد آه يبقى دي معي ممكن تطلع بسلب واحد اه يبقى برضو دي معي ممكن تطلع بمجب اتنين اه يبقى دي معي ممكن يطلع بمجب تلاتة مفيش مجب تلاتة يبقى دي مش معي ابي هيدي الاجابة التي لا يمكن ان يكون عددها كذا طيب سؤال التاسع الالكترونة الذي قيم اعداد الكمل اربعة له الان باربعة الال ب تلاتة الام ال بمجب اتنين الام اس بمجب نص سؤال جميل جدا يلا نترجم. انا بحب الترجمة. الان باربعة يعني احط اربعة. الالب تلاتة يعني يا مستر لو سمحت افتح الجدول بص هفضل اقررها طول الحلقة. علشان انت ما تقررها وانت بتحل. الاس بسفر البي بواحد الدي باثنين الاف بتلاتة. هنا الالب كام? بتلاتة يبقى ايه? هحط الاف يبقى فور اف. بتاع للصورة واتحة خلاص. هنا سيكس اس فايف بي فور اف. مفيش غريب فور اف. الام اللي بموجة باثنين ايوة ممكن الام اللي بموجة باثنين. والام اس موجة بنص يعني مع قرب الساعة مفيش مشاكل خالص. السؤال اللي بعده. الالكترونة لازل له عدداء الكم ان بثلاتة والام اللي بموجة باثنين. لابد وان تكون له القيمة واحدة واحدة وانحل. الان بتلاتة يعني المستوى الطاقة الرئيس التالت. مافيش مشكلة. او الان بكام بتلاتة. الال. الال بكام? يا مستر طب احنا هنفتح الجدول هنا اقول لك لأ. انت هتفتح الجدول لما يبقى مديك مستوى فرعي اس او بي او دي او اف. يعني زي هنا كده. يعني زي ما احنا حلل لها في كزا مرة يقول لك الفور دي. الفايف مش عارف ايه. هنا بص كده لأ لازم وريك. بص معي. هنا فايف اف. فبالتالي فتحنا الجدول. صح ولا لأ? بص هنا كمان. هنا سري بي فتحنا الجدول. هنا. فايف دي فتحنا الجدول. هل هنا في اي اس او بي او دي او اف يبقى مش هفتح الجدول. ام لا اعمل ايه? ركز وشوف بقية السؤال. هو بيقول لك ال ال اللي عاوزها في حين ان الام اللي بموجب اتنين. هو معنى الام اللي بموجب اتنين دي. مش معنى كده الام اللي الام اللي اهيه. مش بتبقى سفر في النص. زبط الصورة. مش بتبقى سفر في النص. الام اللي مش بتبقى سفر في النص وهنا موجب ال وهنا سالب ال. اللي خلى الموجب ال الام اللي بموجب اتنين. اللي هي اقصى حاجة يبقى اكيد ال ال كانت بكم? باتنين. يبقى عندي الاجابة هتبقى. اللي هي دي ال باتنين. سؤال رقم حداشر. الالكترونات الموجودة في مستوى الطاقة K. تضطفك في عدد الكم اين فقط. تضطفك في عدد الكم اين فقط. تضطفك في عدد الكم اين ال. كل ما اصبك. اولا انت اصبع evenings какой�志عان يعني تضطفك. تعال افهمك. لازم والله السؤال ده تفهمه. الالكترونات موجودة في مستوى الطاقة K. هي مش دي. المستوى الطاقة الاولاني. وبتشيل اتنين الالكترون. فانت اصبح عندك كم الالكترون اتنين هم. مش الالكترون مش الكي ده اللي هو الان بتسوي كام واحد مش ده المستطق رئيسي واحد يبقى الالكترون ده موجود في المستطق رئيسي كام واحد وده موجود في المستطق رئيسي كام واحد. لان الكي فيها اتنين الالكترون. يبقى برضو تتطفق اللي الالكترونات اللي اتنين دول يتطفقوا في ان الان بسواه. طب يا طرى تتطفق في عدد الكم ايه? هو مش الكي ده اللي هو اول حاجة الاس. اللي هي وان اس. مش دول بيبقوا فيهم اتنين الكترون. اكيد الالكترون ده في الاس وان اس. والالكترون ده برضو في الوان اس. يعني موجود في الال والال يعني برضو الاتنين زي بعض. في عدد الكم السنوي. طب تطفق في عدد الكم الام ال اه طبعا. ما هو الام ال يعني سفر موجب ال سالب ال. سفر موجب واحد سالب اللي هو سفر وسفر. لان هو ما فيش غير المستوى الفرع اس. هو مش الكي ده لمستوى الرئيس الاولاني. والمستوى الفرع الاولاني ما فوش غير الاربيتال اس بس. الاوضة دي بس. فبالتالي الالكترونين موجودين في نفس الاوضة. يبقى لما جاوصي في الالكترون ده او الاوالكترون ده هقول ان الان بواحد. في ليه ده? ويله ده. هقول ان ال اللي بكام? بيسفر. لان الاس عندي بسفر. سفر وسفر. طب الام ال بسفر وسفر. انما بيختلفوا في ايه? بيختلفوا في الام اس اللي هو عدد الكم المغزلي ده موجب نص وده سلب ايه نص في امت يعني ايه يتطفقوا السؤال رقم حداشر اتناشر الكترون اكس له اعداد الكم الاتية الان بثلاثة الالب اتنين الام لبسلب واحد الام اس بسلب نص ما اعداد كم الالكترون واي الذي له نفس طاقة الالكترون اكس ولكنه يختلف عنه في حراكاته المغزلية على الترتيب السؤال في منتهى السهولة بس محتاج لحظة تركيز هو بيقول لك الذي له نفس طاقة الالكترون ولكنه يختلف في حراكته المغزلية حراكته المغزلية اللي هو قصده الام اس بدل ما هنا سلب نص يبقى بنوجه بكام نص يبقى الان برضو هي هي بثلاثة والالب كام باثنين والام الالب سلب واحد بس بدل ما تقضل لها الحرقة المغزلية بسلب نص عكس عارب الساعة فهو مع عارب الساعة يبقى الاجابة ايه السؤال رقم 13 اي من اعداد الكم القاتية تتضمن خطأ يعني فيها حاجة غلط حاضر ايه الغلط تعال انا نمسك واحدة واحدة بيقول لك الان بتسوي اتنين لازم تبقى عارف القانون اللي بيقول لك ان لما الان بتسوي اتنين يبقى لازم اجيب قيم الان الان تبقى من سفر الى ان ناقص واحد فبالتالي هنا من سفر الى اتنين ناقص واحد بواحد يبقى القيم الال عندك اهو تمام فيه عندك فيه هنا سفر او واحد فيه مستر واحد خلاص طب هو الواحد ده اللي هو مين الواحد ده اللي هو انا افتح الجدول وانا افتكر اهو الاس يا مستر بزير والبي بواحد ده البي يا مستر اللي بواحد طيب حاضر ما فيش مشاكل طب الام اللي بموجة بواحد معنى اللي بموجة بواحد هي اللي بكم عندك هنا؟ بواحد يبقى اجيب اللي إزاي بسفر في النص موجة بلı لو موجة بواحد سالب ال ليو سالب واحد يبقى الاجابة دي معاي صحيحة بي الان بتسوي اربعة اتأكد الاول يبقى من سفر الى ان ينقص واحد ده كل ده عشان اجيب الال الان باربعة يبقى من سفر الكام لتلاتة يعني معايا سفر واحد اتنين تلاتة هل في رقم من الاربعة دول في رقم اتنين يبقى معايا الام ال موجب واحد يعني موجب واحد شوف كده الال بكام باتنين يبقى الام ال على طول سفر في النص موجب الال اللي هو موجب اتنين سالب الال اللي هو سالب اتنين يبقى هنا في موجب واحد سالب 1 هل في رقم من دول في الاما اه في موجب واحدة مسطرويبقادي معي c الان بتساوي 3 تمام اه الان بتساوي 3 الان اللي بتساوي بيقول لك 3ه هتأكد الان اللي هتساوي ن ناقص من 0 الان ناقص 1 يبقى 0 الى 2 اللي نتل Catherine عوض عنا هنا يبقى معي 0 او 1 او 2 في 0 او 1 او 2 في الان هطيتلك 3 يبقى دي غلط هنا الان بتسوي تلاتة? يبقى تلاتة يبقى عندك من سفر او واحد او اتنين. في قيمة سفر هنا سفر دي في موجودة هنا موجودة يبقى دي معايا صحيح. السؤال اللي بعده رقم اربعتاشر بقى الايجابة عندي هنا سيه اللي فيها غلط. اي من اعداد الكم الاتية لا تتضمن خطأ. ما فيهاش ولا غلطة. نفس الفكرة. الان بكم? باتنين. اسأل نفسي. الان بتساوي من سفر الى ان ناقص واحد. طيب الان معايا في هنا من سفر اتنين ناقص كام واحد واحد. الله دي تلعت هي الغلط. شفت تلعت غلط ازاي? لان انا قلت الان اللي بجيب كيمتها من سفر الى ان ناقص واحد. الان بكم باتنين? اتنين ناقص واحد واحد. يبقى الان دي يا بسفر يا بكام? ياب واحد. هو حطيت لك كام اتنين? يبقى دي غلط. انما انا عاوز بيقول لك كل دول غلط مع ادا واحدة. لا تتضمن خطأ. السؤال اللي رقم به. الان بتساوي اتنين? طالما الان بتساوي اتنين? يبقى يبقى الان اللي هتساوي من سفر الى ان ناقص واحد. يبقى اتنين ناقص واحد بواحد. يبقى الاجابة يا سفر يا واحد. عطيت لك سلب واحد. يبقى الاجابة دي غلط. سي الان بتساوي تلاتة? حاضر. الالي بتساوي اتنين? المشكلة مش انت الالي بتجيبها من سفر الان ناقص واحد الان بتلاتة تلاتة ناقص واحد باتنين? يبقى عندك سفر او واحد او اتنين. معايا اتنين معايا دي صح. طب الام اللي بموجب تلاتة? الام اللي بجيبها ازاي? بروح ابص على الال. الالي بكام باتنين? احط سفر في النص. موجب واحد. موجة باتنين سالب واحد سالب اتنين هل في رقم من الاربعة من الخمسة دول في موجة بتلاتة مفيش يا مستر موجة بتلاتة هنا يبقى برضو دي غلط يبقى دي اللي هتبقى صح بس نتأكد الان بتساوي اربعة حاضر الان اللي بتساوي تلاتة اه يا مستر ما احنا قلنا من سفر الان نواس واحد الان باربعة اربع نواس واحد بتلاتة يعني معي سفر او واحد او اتنين او تلاتة معي القيمة تلاتة يبقى دي صح. طب الام اللي بسالب واحد اتنين بجيبها ازاي? الام اللي بروح ابص على الال. الالب كان بتلاتة او ما حط سفر في النص? موجب واحد. موجب اتنين. موجب تلاتة. سالب واحد. سالب اتنين. سالب تلاتة. هل يطرى في سالب اتنين? اه يا مستر موجودة. يبقى الاجابة دي صحيح. السؤال اللي بعده رقم خمستاشر. اي من اعداد الكم القاتية لا تتضمن خطأ? ما فيهاش برضو ولا غلطة. الان بخمسة. يبقى الالب تلاتة بسرعة بقى. عندك الان بخمسة يبقى من سفر لان نقص واحد يعني خمسة نقص واحد باربعة يعني معي سفر واحد واتنين وتلاتة واربعة. يبقى الاجابة دي الالب معي صحيحة. الام اللي بسالب تلاتة الام اللي باجيبها ان انا بص على الال الالب تلاتة يبقى سفر في النص ليس موجب تلاتة لسالب تلاتة. هل القيم دي كلها فيها سلب تلاتة او فيها يبقى دي اجابة صحيحة مفاش ولا غلطة يبقى سبحان الله تلعت من اول واحدة طب الستاشر اين من اعداد الكم القاتية تتضمن خطأ هاسبها لك انت بقى تقول لي في الكومنت ستاشر دي انهي واحدة اللي فيها غلطة يبقى كل دول صح معادة واحدة غلط شغل ايدك ورا وقلم وانطلق خدش على الاسلة المقالية السؤال سبعتاشر حدد قيمة عدد الكم السانوي اللي للمستوى الفرعي دي المستر قال لي اول ما يديك عدد كم سانوي على طول اروح افتح الجدول ظهر الجدول اهو ادي بكام ادي باتنين يبقى الاجابة اتنين ونخش على السؤال اللي بعد 18 حدد كل من واحد قيمة الال المحتملة لالكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي ان بتساوي اربعة نحل دي الاول طالما قالك الان بتساوي اربعة الان بتساوي اربعة يبقى قيمة الان ال بتاعتك قلنا من سفر الى ان ناقص واحد يبقى السفر الى اربعة ناقص واحد بتلاتة يبقى عندي القيم سفر واحد واثنين وتلاتة سؤال اللي بعده قيم الام ال المحتملة لالكترونات في مستوى الطاقة الفرعي ال بتساوي تلاتة عاوز الام ال طالما الام ال يبقى حط سفر في النص موجب ال وسالب ال طب هالالب كام؟ بتلاتة يبقى هنا موجب بيبقى سفر موجب تلاتة وهنا سالب تلاتة او صلو موجب واحد موجب اتنين سالب واحد سالب اتنين اهي دي القيم بتاعته السؤال اللي بعده وضح ايهما اكبر مع بيان السبب الحد الاقصى من الالكترونات في المستوى الرئيسي ان بتساوي اتنين بجيبها ازاي عدد الالكترونات المستوى الرئيسي قلنا من القانون تو ان سكوير هو بيقولك مستوى الطاقة الثاني يبقى اتنين في اتنين تربيع يعني بتساوي تمن الالكترونات السؤال اللي بعده ام الحد الاقصى بيقولك ايهما اكبر احنا عرفنا ان المستوى الطاقة الثاني ده فيه ثمان إلكترونات طيب ولا الحد الأقصى من الإلكترونات في المستوى الفرعي فور دي قلنا المستوى الفرعي فور دي بيحتوي على كام إلكترون المستوى الفرعي دي هيحتوي على عشر إلكترونات يبقى إذن العاشرة أكبر يبقى الفور دي أعلى من الان بتساوي اتنين حدد المستويات الفرعية في مستوى الطاقة الرئيسي ان بتساوي أربعة والتي يمكن شغل قرب تلاتها بالالكترونات. هو بيقول لك الان بتساوي كام? الان بتساوي اربعة. يبقى قيمة الان بتاعتك هتبقى باي اي 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 اي. سفر الى ان ناقص واحد. يعني من سفر الكام لثلاثة. يعني معك قيمة السفر والواحد والاثنين والثلاثة. طب فاكر الجدول ده? ادي الاس و ادي البي و ادي الدي و ادي الاف. يبقى ايه من المستويات الفرعية? اس و بي و دي و احسب مجموع الان زاد الال للمستوى الفرع سري بي. الان بكم عندي? التلاتة اللي في الجنب ادي تلات زائد. البي بروح افتح الجدول. يا جدول الاس بسفر البي بواحد. البي بكم بواحد? يبقى تلاتة زائد واحد بكم باربعة. اتنين وعشرين. حدد القيم المعبرة عن مستويات الطاقة الفرعية في مستوى الطاقة الرئيسي اني بتسوي تلاتة. هو بيقول لك الاني بتسوي تلاتة يبقى الال من سفر الاني ناقص واحد يعني من سفر الكام تلاتة ناقص واحد باتنين يبقى القيم بتاعتي او المستويات الفرعية هتبقى سفر واحد اتنين افكرك ايه بقى المستوى الفرعية? الاس والبي والدي. يبقى المستوى التالت بيبقى فيه بس مستوى فرعي اس بي ودي انما ما فيش الايه? الاف. طيب. رقم ثلاثة وعشرين. فقدر القيم المحتملة العدد الكم مل لأحد المستويات الفرعية دي. طالما انا عاوز مل يبقى انا لازم اجيب مين? ال ال. طب ادي باجيبها ازاي? افتح بقية الجدول. ادي بكام? باتنين. يبقى حط سفر في النص. وهنا موجب ال. ودي سالب ال. ال ال باتنين. وهنا سالب اتنين. اوصل له موجب واحد. سالب واحد. والسفر هي دي القيم بتاعتك. بقى بتكتبها كده. بس كده. هتقول له القيم محتملة سفر موجب واحد موجب اتنين سالب واحد سالب اتنين. السؤال رقم اربعة وعشرين. سؤال رقم اربعة وعشرين قدر عدد الاربيتالات التي يمكن شغلها بالالكترونات في المستوى الرئيسي انه بتساوي اتنين. عدد الاربيتالات يعني عدد الاوض اللي موجودة في المستوى الطاقة رقم اتنين. ده بيتجاب من القانون ان كام تربيع. اروح اشيل الان اتنين قس اتنين باربعة. يبقى عندك كام اوضة كام اوضة? اربع اوض. يبقى الاجاب اربعة واربيتالات. فاهمني اكتر والله العظيم الكلام ده شرحه بالتفصيل في فيديو الشرح وهسيبهه لك وهتلاقيه زهر قدام عينيك دلوقتي. زهر الشريط ده. طيب. بس برده فاهمك تاني. هل انت عندك عاوز عدد الاوربيتالات يعني اوبيتالات اللي حضر يقول لي يا مستر الاوربيتالات يعني عدد الاوض. اللي موجودة في المستوى التقل اتنين. ليس المستوى التقل اللي هو كي ليء صح. ادي الكي ودي الكل. الكي في كم مستوى تقل فرعي. مستوى فرعي قلنا في 1 لان المستوى الفرعي بيساوي عدد like ربك المستوى الرئيسي. الالي من ده مش المستوى التاني يبقى في مستوى الان اتنين. ده هنا one اس. وهنا اس وهنا بي. تمام كده? المستوى ده القوضة دي كم قوضة بقى وعس كم قوضة ادي قوضة اتنين تلات اربعة خمس طيب يبقى كده جميل يبقى في المستوى الاول والمستوى التاني في كم قوضة في خمس اوض انما انا عاوز ايه المستوى الرئيسي اللي هو رقم كام اتنين بس يبقى هعمل كده يبقى انا في المستوى الرئيسي التاني في كم قوضة اربع ايه اوض طبت بني السن انا مش عاوز ارسم كل شوية. ولكن عدد الاوربيتالات اللي عدد الاوت بتسوي الن تربية. المستوى التاقر الرئيسي يمكنت الإرمانة ب Bee 2x2 بكام 4 البعض الأكeting هل قدر عدد الاوربيتالات الموجودة في المستوي الفرعي F للمستوى الرئيسي اني بتسوي ثلاثة السؤال دا بقا في تكة. ايه هي التكة؟ بيقول لك عدد القوة اللي موجودة في المستوى الفرعي F للمستوى الرئيسي الن بتسوي ثلاثة هو المستوى الثالث أصلا في الأوربيتال F ده مفيش يبقى بسفر يبقى هنا مفيش أصلا F في الن بتسوي ثلاثة مستر انا مش فاهم هكتبها لك في ورق ايه انت مش عندك اللي الن بتسوي ثلاثة يبقى الن بتاعتك المتاحة هتبقى بتسوي ايه صفر الى تلاتة نعص واحد اتنين يعني عندك من صفر الكامل اتنين يعني ال L المتاح عندك اللي هم مين اللي هي صفر واحد اتنين طب هي مش الصفر ده اللي هو الس والواحد ده اللي هو البي والي اتنين ده اللي هي دي فين ال f هين أصبحت ال f ايه مش موجودة معنى ان ال f مش موجودة يبقى بسفر يبقى هو بيدحك عليك بيقولك اني بتسوي 3 بروح اعود 3 تربيع بتسعة بس هو حدد لك المستوى الفرع اللي هو عاوزه اللي هو الـ F ولكن الـ F مش موجودة فين في المستوى الثالث صار رقم 26 اقترح قيمة العدد الكم السنوي لأربطال المستوى الفرعي 4S هو عاوز قيمة العدد الكم السنوي طب هو عدد الكم السنوي ده مش اللي هو L وهو ما يمديك S تم تروح تفتح الجدول الـ S بكام بسفر خلصت فين الجدول ده مستر افكرك ثالث ورابع وخمس مرة الـ S بسفر الـ B بواحد الـ D باثنين الـ F بثلاثة 27 المخطط المقابل يعبر عن مستويات الطاقة الفرعية لمستوى الطاقة الرئيسي N بتسوي 4 اكمل المربعات الفريغة بمناسبها من اعداد الكم المغناطيسي ML اعداد الكم المغناطيسي اللي هي الـ ML اللي هي سفر في النص موجب الـ L وسالب الـ A الـ L تعال نشروح نشوفه نملة ازاي لسه أنا أجيب لك ألم يكون أصغر شوية تعال نبص بالمستوى الفرع F هي الـ F بكام الـ S بزيرو هي الـ L الـ B بواحد الـ D باثنين الـ F بثلاثة طيب يبقى هنا احط سفر بس صح ولا ايه؟ طب المستوى الفرعي بيه سفر في النص موجب واحد وهنا سالب واحد طب الـ L بكم هنا الـ D باتنين جيبنا الكلام ده منين من الجدول فين الجدول ما انا لسه راسمهوه لك اهو الـ S بسفر بيه بواحد الـ D باتنين لف بتلاتة لو اعداد الكم السنوي قيم بتاعتها المستوى الفرعي D باتنين يبقى حط سفر في النص موجب واحد موجب اتنين سالب واحد سالب اتنين يبقى الالكتروني اللي موجود هنا قيمته بايه بسالب اتنين المستوى الفرعي F باتنين يبقى حط سفر في النص موجب واحد موجب اتنين موجب تلاتة سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة بس كده سؤال رقم تمانية وعشرين احسب اقصى عدد من الالكترونات يمكن ان يوجد في ظرة ما ويكون له اعداد الكم التالية ركز في السؤال الان بتسوي 3 هو مش ده المستوى الطاقة الرئيسي مش بجيب عدد الالكترونات ب2 ان سكوير يبقى يتشبع 2 في 3 تربيع بكام 3 تربيع بتسعي بيبقى 18 الالكترون اكتب لما يجيب لي عدد كم الرئيسي ان وعاوز عدد الالكترونات ارو عوض في اتنين ون سكوير طب لو جاب لي حاجة زي كده اترجم خلي بالك انا دي اسمها الترجمة مش انت بترجم في الانجليزي ترجم لي في الكيمياء الان باتنين يعني اتنين الان بسفر اروح افتح الجدول الجدول اهو زهقنا منه زهقنا منه الاس بسفر البي بواحد الدي باتنين الاف بتلاتة مين اللي بواحد مين اللي بسفر هنا اللي هو الاس يبقى تو اس يبقى تو اس بيتتميلي بكم الكترون ما مستر ما احنا قلنا ان الاس او ده واحدة بتتميلي باتنين الالكترون طب والبي بيتميلي بستة والدي بيتميلي بعشرة والاف بيتميلي الاربعتاشر ارجوك يرجع لفيديو الشرح ارجوك السؤال البعده تسعة وعشرين اختر اين من مستويات الطاقة الاتية تعتبر غير صحيحة في العناصر المعروفة حتى الان قبل ما نشرح السؤال ده عاوز اقول لك ان السؤال ده ليه علاقة بالدرس الرابع بشرح الدرس الرابع لكن تعال اديك فكرة عنه نتفق على حاجة انت عندك الاس ده المستوى الاولاني فببدأ بوان اس وانا طالع اي اس بقى تقابلها تو اس سري اس عادي فور اس تمام لغاية سيفن اس البي ده المستوى التاني يبقى ببدأ بالتو بي يبقى استحالة تلاقي وان بي استحالة طيب بعد كده دي يبقى استحالة تلاقي تو دي ألاقي أبدأ بالسري دي فور دي فايف دي سيكس دي تمام طيب الاف ببدأ بالفور اف للمستوى الرابع يبقى ببدأ بالفور يبقى المستوى الاول ببدأ بالاس عادي وان اس وانا طالع المستوى التاني بي بقول بالتو بي مفيش وان بي 3D مفيش ولا 1D ولا 2D الف بابدأ بال4F يعني مفيش ولا 1F ولا 2F ولا 3F هنا بيقولك 1S معي 1B دي غلط 9S غلط هم سبع مستويات طاقة 4F صح 2D استحالة انا عندي D بيبدأ من 3D 3F استحالة بابدأ 4F من 3F 7D غلط لان 7D اخره 6D طب يا مستر انا عاوزة الجزء ده فهمه اكتر واكتر يعني انا بصراح حاسس ان الحتة بتاعت وان اس تو اس سري اس الترتيب ده مش داخل دماغ الصراحة وانا حاسس بك على فكرة ليه لان الكلام ده هنشرحه بالتفصيل في الدرس الرابع زمان كنت بشرح الدرسين في حاجة واحدة بس خلينا واحدة واحدة هو اتتنى بس يعني عاوزة بتسجل المعلومة ان الاس ببدأ بالوان اس البي مستوى تاني ببدأ بالتو بي اس دي ببدأ سري دي الF فور F والدي اخره 6D هل دي مفيها مشكلة مفيهاش مشكلة بس يبقى وردو 7D عندي غلط هفهمها لك اكتر يعني بص خد مني في حلقة الجاية ان شاء الله ابتلحيه بالنسبة للجزء ده اقترح سبب هنعمل زوم اقترح سبب عدم صحة كل من مجموعات اعداد كم التلايه يعني كلهم غلط كده بالصلاة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام عاوزين نعرف كلهم غلط ليه تمسك اول واحدة الان بتسوي كم تلاتة الان بتسوي تلاتة استحالة استحالة ليه لان عندي الان بتسوي من سفر الان نايس واحد يبقى الان بالدماخ كده تلاتة واحد باتنين اخرها اتنين تلاتة دي جات منين يبقى دي برضو غلط لان المستوى للفرع السانوي او عدد الكم السانوي لا يجوز ان يكون تلاتة انما اخره يكون اتنين تبعا للقانون من سفر الان نايس واحد طيب يعني عندي قيمة الال دي يا بسفر يا بواحد يا باتنين السؤال رقم اتنين اين اللي بتسوي اتنين الال بواحد امين ما فيش مشكلة بالنسباني ما انت قلتلي ان نايس واحد يعني اتنين نايس واحد بواحد يبقى القيم عندي من سفر الى واحد يبقى سفر او واحد الام اللي سالب اتنين الام اللي ببص على الال هي الال اخيرة يا كام واحد يبقى بحط سفر في النص موجب واحد ودي سالب واحد فيه سالب اتنين ما فيش سالب اتنين يبقى دي خطأ لان الام اللي يجوز ان تكون بسالب اتنين انما تكون بايه يا بسفر يا بموجب واحد يا بسالب واحد طيب الان بواحد خير وبركة الال بزيرو على عيني وراسي قصد السفر الان نايس واحد فواحد نايس واحد بسفر تمامين الام اللي بموجب نص عمري ما الام اللي بكاد بنصاص بكسور اصلا الام اللي بحط سفر في النص موجة بقل سالب ال وبمقل الال بسفر وسفر يبقى ما فيش غير قيمة سفر بس يبقى دي غلط خالص يبقى تلاتة غلط هتقوله لان الام اللي يجب ان تكون عدد صحيح وليس ان يكون كسر والعدد صحيح هيبقى بسفر اشوفكم دايما على خير صلوا على النبي يا رب تكونوا استفدتوا حاجة استنوا حلقة جاية مهمة جدا عشان نخلص الباب بتاعنا الباب ان شاء الله مش هسيك فيه ولا سؤال مش هسيك فيه ولا سؤال بازن الله ما تنساش تعمل التم بتاعتنا الكومنت بتاعك بيدعمنا كتير ما تنساش تنضم لجربنا على الفيس كيميستر الحسام وتعمل شيل زمالك واللايك بتاعتك الحلوة اشوفكم دايما على خير صلوا على النبي والسلام عليكم ورحمة الله